اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض هناك حقائق تحكم حياة الإنسان وحياة الإنسان مكتنفة بحقائق متعددة إن الإنسان إذا أنكر تلك الحقائق هذا الإنكار لا يغير عن الحقيقة شيئا الإنسان إذا في النهار أنكر الشمس هل إنكاره يغير حقيقة الشمس ويجعل النهار ليلة؟ كلا لماذا؟ لأن الإنكار لا يغير من الواقعيات شيئا وإنما يجعل الإنسان كما في المثل النعامة التي تدخل رأسها في الرمل لكي لا ترى أعداءها هل إدخال رأسها في الرمل يغير من الواقع شيئا؟ كلا الإنسان إذا أنكر الحقائق فإن إنكاره لا يغير من تلك الحقائق شيئا بل يضر نفس هذا الإنسان فينبغي على الإنسان أولا أن يكتشف تلك الحقائق وثانيا أن يعترف بتلك الحقائق بعد اكتشافها وثالثا يحاول تطبيق حياته على تلك الحقائق المكتشفة المعترف بها إذا أردنا أن نمثل مثالا في الطبيعيات هناك مجموعة من القوانين تحكم هذا الكون قوانين فيزيائية الإنسان إذا أنكر الجاذبية وألقى بنفسه من شاهق إنكاره لا يغير من حقيقة الجاذبية وإلقاء نفسه من شاهق يصطدم بالواقع المتمثل بالجاذبية فتجذبه الأرض ويصطدم بها ويتأذى أو تتكسر عظامه لكن الإنسان إذا اكتشف هذه الحقيقة حقيقة الجاذبية ثم اعترف بهذه الحقيقة وحاول ثالثا أن يطبق حياته على هذه الحقيقة فإن هذا الإنسان يتمكن من التطور يتمكن من الوصول إلى كثير من الأمور التي يريدها يتمكن من اكتشاف كثير من الحقائق الأخرى لأن كل حقيقة تستتبع حقيقة أخرى والاعتراف بكل حقيقة يؤدي بالإنسان إلى الاعتراف بحقائق أخرى وإنكار كل حقيقة يؤدي بالإنسان إلى إنكار سائر الحقائق بعد هذه المقدمة المختصرة نأتي إلى موضوعنا وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى الله حقيقة مطلقة في هذا الكون فهو الذي خلق هذا الكون وخلق القوانين في هذا الكون وخلق كل شيء فأحسن خلقه الإنسان إذا أنكر هذه الحقيقة يعني أنكر وجود الله سبحانه وتعالى هل إنكاره يغير شيئا من الواقع؟ كلا الملايين من الناس أنكروا وجود الله عز وجل فهل تغيرت الحقيقة؟ لا لأن إنكارهم لا دخل له في الحقيقة إطلاقا ولا يؤثر فيها إطلاقا والكثيرون اعترفوا بوجود الله سبحانه وتعالى هذا الاعتراف يستتبع أمور أخرى يستتبع العمل يستتبع السعادة كما نبين ذلك والإنكار يستتبع عدم الاعتراف يستتبع عدم تطبيق القوانين التي أراد الله عز وجل تطبيقها يستتبع الشقاء في الدنيا قبل الآخرة فالإنسان العاقل إذا اكتشف هذه الحقيقة ووصل إلى هذه الحقيقة يعني وصل إلى حقيقة وجود الله سبحانه وتعالى أي اعترف بوجود الله سبحانه وتعالى فهذا الإنسان بعد اكتشافه لهذه الحقيقة واعترافه بهذه الحقيقة يحاول تطبيق حياته على هذه الحقيقة لذا الإنسان المؤمن يحاول أن يطبق حياته على الإيمان على ما أراده الله سبحانه وتعالى والإنسان غير المؤمن لأنه لا يؤمن بالله عز وجل فلا يعترف بالقوانين والأحكام التي أنزلها الله سبحانه وتعالى وجراء ذلك لا يطبق تلك القوانين في حياته والنتيجة هي الشقاء في الدنيا قبل الآخرة فعلى الإنسان الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان طبعا درجات ومراتب وهذه الدرجات والمراتب أحدها يستتبع الآخر وعدم وجود أي واحدة من هذه المراتب معناه أن هذا الإنسان ليس مؤمنا بالمعنى الصحيح للكلمة في الحديث الشريف عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يقول الإيمان إعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان يعني الإنسان المؤمن هو الذي في المرحلة الأولى يعتقد بالجنان أي قلبه معتقد بوجود الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بعد هذه المرحلة يأتي الإقرار باللسان أي يقر بلسانه ويشهد بأن الله عز وجل موجود ولا إله غيره وبعد ذلك المرحلة الثالثة وعمل بالأركان وعمل بالأركان لأن الذي يعتقد اعتقادا جازما ويقر هذا الاعتقاد وهذا الإقرار يؤدي بهذا الإنسان إلى العمل بأركانه يعني بجوارحه فبناء على ذلك هذه المراحل بعضها مترابط بالبعض الآخر يعني إذا لا يكون هناك اعتراف باللسان بالقلب اعتقاد بالقلب ما كان اعتقاد بالقلب فمن الطبيعي لا يكون هناك عمل بالأركان وإذا لم يكن عمل بالأركان فمعنى ذلك أنه لا يوجد هناك اعتقاد حقيقي وإذا كان هناك اقرار فإنما هذا الاقرار اقرار صوري وليس اقرارا حقيقيا فإذا اجتمعت هذه المراتب يعني مرتبة الاعتقاد القلبي والاقرار اللساني والعمل بالأركان فحينئذ هذا الإنسان يكون كامل الإيمان يكون إيمانه إيمانا كاملا متكاملا فهو المؤمن الحقيقي والمؤمن الصحيح فهذه الحقيقة المتمثلة في وجود الله عز وجل إذا الإنسان أنكرها لا يطبق حياته طبقا لهذه الحقيقة ونتيجة ذلك الضرر وإذا الإنسان اعترف بهذه الحقيقة الاعتراف يؤدي بالنتيجة إلى العمل أي تطبيق الحياة على طبق تلك الحقيقة وما يؤدي ذلك من السعادة في الدنيا قبل الآخرة هنا يأتي سؤال السؤال هو ما هو فائدة أو ما هي فائدة الإيمان ولماذا نشاهد كثيرا من المؤمنين هؤلاء لا يمتلكون شيئا من السعادة الدنيوية أو أن هناك تخلفا واضحا وبينا في المسلمين في مختلف مجال مجالات الحياة وهناك تقدما واضحا في بعض المجالات من غير المسلمين على المسلمين الجواب على هذا السؤال يكمن فيما ذكرناه قبل قليل الإيمان المتكامل يبدأ بالاعتراف القلبي والإقرار اللساني وبالعمل بالأركان إذا أحد هذه المراحل الثلاثة كان فيها خلل فهو في الحقيقة خلل في كل المراحل لأن أحدى تلك المراحل مرتبطة بالأخرى وكل هذه المراحل كسلسلة واحدة يرتبط بعضها بالبعض الآخر نحن لتوضيح الجواب نمثل بالعرب قبل الإسلام والعرب بعد الإسلام نشاهد أن العرب قبل الإسلام كانوا مجموعة من القبائل وكانت تخلف سائدا فيهم القرآن الكريم يصف حالة العرب قبل الإسلام وأن هؤلاء كانوا متخلفين في كل الجوانب بحيث أن الأمم الأخرى كانت تنظر إليهم بازدراء لماذا؟ لأنه كان همهم أن يغير بعضهم على البعض الآخر ويسلب بعضهم بعضا حتى قال قائلهم وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا يعني إذا لم يجد من يغير عليه إلا أخوه إلا أخاه فإنه كان يغير على أخيه هذا كان حالهم هناك ذل هناك فقر هناك استكانة هناك تخلف هناك وعد للبنات وهكذا ولكن نشاهد أن العرب بعد الإسلام تحولوا إلى خير أمة أخرجت للناس حملوا لواء العلم والتطور والتقدم في كل أنحاء المعمورة وشكلوا حضارة حكمت العالم لقرون وهي أفضل حضارة حكمت العالم في تاريخ البشرية لماذا العرب نفسهم قبل الإسلام وبعد الإسلام لماذا حدث هناك انقلاب 180 درجة من التخلف المطلق إلى الكمال وإلى الرقي وإلى السيادة على العالم وإلى نشر العلم وما إلى ذلك الجواب يكمن في كلمة الإيمان بالله عز وجل قبل الإسلام إما كانوا ملحدين أو كانوا مشركين ولكن حينما تفوهوا بكلمة لا إله إلا الله وبعد ذلك طبقوا في حياة الرسول تعاليم الله عز وجل وبعد وفاة الرسول طبقوا قسما من تعاليم الله عز وجل فلذلك هذا الإيمان الذي استتبع العمل الكامل أو العمل في الجملة سبب هذا التطور الهائل هذا هو الإيمان بالله عز وجل ولكن حينما المسلمون تركوا الإيمان بالله عز وجل لم يتركوه باللسان يتشهدون الشهادتين ولكن تركوه عملا يعني لا يوجد هناك عمل بالأركان إلا القليل وعدم العمل بالأركان كما ذكرنا هو في الحقيقة بسبب ضعف العقيدة وضعف الاعتقاد حينما تركوا الإيمان بالله عز وجل بعد ذلك بدأ تخلفهم وبدأ الرجوع إلى الوراء وإلى التخلف ولذا نشاهد الضعف الذي موجود لدى المسلمين بسبب أن هناك ترك لكثير من الأحكام الإسلامية التي هي من المسلمات بعضها من الضروريات في الدين وقد نطق بها القرآن الكريم وقد ذكرها الرسول صلى الله عليه وآله وذكرها الأئمة المعصومون عليهم الصلاة والسلام ولكن ترك القرآن وترك سنة الرسول وترك سيرة الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام أدى إلى هذا التخلف يعني في الحقيقة الركن من أركان الإيمان وهو العمل بالأركان ترك وتركه كان بسبب ضعف المعتقد والاعتقاد نتيجة لذلك صار هناك التخلف وكما يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في وصيته الخالدة الله الله في القرآن لا يسبقنكم بالعمل به غيركم أنتم إذا عملتم بالقرآن فإن القرآن يعلي شأنكم ويرفعكم ولكن إذا تركتم القرآن وعمل غيركم بالقرآن فإن عمله بالقرآن يؤدي إلى نتيجة لأن تمسك الإنسان بأي حقيقة من الحقائق الكونية يوصله إلى النتيجة التي كانت تنطوي عليه تلك الحقيقة فإذا الغير عمل ببعض القرآن إذا تركتم القرآن فهو يتقدم عليكم ويصل إلى بعض النتائج التي لم تصلوا إليها أنتم الآن مثلا نشاهد القرآن الكريم يقول وإن هذه أمتكم أمة واحدة القرآن يأمر المسلمين بأن يكونوا أمة واحدة ولكن نشاهد المسلمين أمم متعددة كل أميال دويلة كل قومية تريد أن يكون لها دولة خاصة بل القومية الواحدة قد يكون لها عشرات الدول وكل دولة من الدول لها قوانينها الخاصة التي تخالف في كثير من مفرداتها القوانين الإلهية فالنتيجة هذا التمزق أدى إلى أن تتحول الأمة إلى أمة مستضعفة لماذا؟ لأنهم تركوا هذه الآية الكريمة من القرآن الكريم في حين أنه نشاهد غير المسلمين حينما مثلا حاولوا تطبيق هذه الآية بشكل جزئي هناك مثلا في أوروبا الغربية دول تاريخها تاريخ مليء بالعدوات والحروب ودينهم لا يأمر بالوحدة ولكن حينما صنعوا الاتحاد الأوروبي هذا الاتحاد كان قوة كبيرة لهم جمع طاقاتهم المختلفة وحولها إلى دولة عظمى وستتحول لعله في المستقبل القريب إلى أقوى الدول في العالم فهذه الآية أنه الأمة الواحدة تركناها نحن المسلمين فتخلفنا وعمل بها غيرنا في الجملة وفي مفردات فحصل على النتيجة أو بعض النتيجة المرجوة آية أخرى من القرآن الله عز وجل يقول في صفات الرسول صلى الله عليه وآله يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم يعني الأغلال الاجتماعية الأغلال النفسية أي شيء يقيد حركة الإنسان وحرية الإنسان الرسول صلى الله عليه وآله يضعه عنهم يعني يرفعه عنهم كأنه كانوا مكبلين بالعادات السيئة وكانوا مكبلين بالحكام وبالقوانين الجائرة فالرسول جاء ورفع كل تلك الأغلال الجسدية أو النفسية ولكن نشاهد أن أكثر الدول الإسلامية هناك قوانين تكبل حرية الإنسان والنتيجة أن طاقات الإنسان تبقى محجمة ولا تتفجر تلك الطاقات في حين أنه بعض غير المسلمين أعطوا له شعوبهم بعضا من الحريات وهذا البعض من الحريات أدى إلى تفجر بعض من الطاقات وتفجر هذه الطاقات يؤدي إلى التطور وكذلك كثير من الآيات الأخرى القرآنية تركها أكثر المسلمين والنتيجة كان التخلف فترك العمل بتلك الآيات إنما هو في الحقيقة بسبب ضعف الاعتقاد وضعف الإيمان هو الذي أدى إلى التخلف في حين أنه إذا كان الإيمان مستحكم هذا الإيمان المستحكم يؤدي إلى العمل بالآيات القرآنية وبما يقوله الله عز وجل وذلك يؤدي إلى التطور وإلى الوصول إلى النتائج المرجوة ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من العاملين بكتابه هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر